اخر حاجة برضو اتكلم فيها مع حضراتكم يمكن فيه تقارير اوروبية النهاردة خرجت علينا بتقول ان فيه اتجاه كبير لاستبعاد منتخب الاكوادور من بطول الكأس العالم علشان ملعب كولومبي يزور شهادة ميلاده وشارك مع منتخب الاكوادور وجابه تسجيلات لي من ثلاث سنين وهو بيتكلم في الاتحاد وكلام من هذا القبيل يعني مش ده اللي انا عايز اتكلم فيه برضو لكن لقينا بقى كل وسائل التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا بتنقل الخبر ده وبتقول ايه ان كده فرصة منتخب مصر كبيرة للمشاركة في كأس العالم على اعتبار انها يعني مقدمة تظلم للفيفا بشأن الاحداث التي صاحبت مباراة مصر والسنغال في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم مباراة الليزر لو فاكرين لكن طبعا خلوني انا اسف ان انا بقول هذا الكلام ولكن انا بحب دايما اضع الامور امام في نصابها لكن طبعا الكلام ده غير صحيح غير صحيح بالمرة مصر لن تشارك في المونديال وهو قولا واحدا علشان نحسم الامر ده لانه اللي انا عارفه ممكن احلامنا وطموحاتنا تخلينا نروح بعيد عن الحقيقة برضو ممكن ناس كتيرا تتخيل ان مصر لها فرصة في المشاركة ولكن هذا الكلام غير صحيح اولا منتخب الاكودولم يتم استبعاده بشكل نهائي موقف حاليا ما بين 50-50 محاولات لابقاء الوضع كما هو عليه على ان يشارك منتخب الاكودور طيب في حالة استبعاد الاكودور هو منتخب من الاتنين اللي حيشاركوا يعني اما منتخب ايطاليا لانه اول فريق في التصنيف لم يتأهل المونديال ومنتخب بيرو خامس التصنيف عن قارة امريكا الجنوبية وفي الغالب المنتخب اللي حيشارك في المونديال في حالة استبعاد الاكودور رسميا هيكون من امريكا الجنوبية عشان يتم الحفاظ على نفس الكوتا اسمها كوتا على نفس عدد المنتخبات اللي حتمثل امريكا الجنوبية في المونديال عشان كده انا بقول لحضراتكم مفيش حاجة مفيش خالص امل ولا حتى عمر يعني ولا حتى وفقا للوايح ولا القوانين ان المنتخب مصر يشارك في المونديال للأسف انا كمصري اتمنى طبعا زي كل المصريين لكن لازم اقول لحضراتكم الحقيقة كاملة والوضع الصحيح لان الامر ده اخد مساحة وحيس كبير من جانب الجماهير المصرية على السوشال ميديا